مرحبا يا رجلس اليوم اشترككم في فيديو جديد من قناتي اسراء غيمر اليوم نحن بلاعبة بكاكستي و اليوم نزل الصندوق الثالث وهي الهدية الثالثة بالتحديث عدميلاد بكاكستي صراحة كثير متحمسة لكي نرى الهدية الثالثة الهدية الاولى كانت اعتقد بس كوينز و جواهر و كمان هداك البنطلون بعد الهدية الثانية كانت عبارة عن قفازات و نسيت شو عطونا كمان سراحات والله مدري المهم اه مهم عطونا قفازات اوكي كتمت حمسة عشان شوف ايش رح يعطونا هذي المره الثالثة طبع هلأ ضايل لنا ضايل لنا هلأ اعتقد ست سناضي امام ابل اجمع منبلش هالفيديو ما تنسو انكم اشتركوا بالقناة لو لسه معكم اشتركين بالقناة بعد ما احطوا كثير كثير لايكات على الفيديو و بس هلأ guys خلينا نبلش اول اشي خلي اشرح لكم هذا السيستم تبع الهدايا و لسه ما كون عارفين اش هو طبع بككس يقرروا انهم كل يوم رح يحطو لنا هون هدية بالمتجر و مناسبة يعني عند ميلادهم اوكي و يعني حيكون تسع هدايا و تسع ايام اوكي يعني كل يوم حيحطو لنا هدية لمدة تسع ايام اوكي هلأ هذا اليوم الثالث يعني ضي لست ايام وسريع احس انه يعني يعطونا هدايا عشان يكملوا لنبتلة لأول عطونا بنطلون بعدين عطونا قفازات ممكن هلأ يعطونا قميس ممكن زي كده ممكن زي هيك يعطونا وهذه الهدايا تعتبر مجانية حتى لو لازم ندفع كوينز بس بس مو كثير اوكي لانه مثلا يوم الاول دفعنا كوين واحدة يعني كوين واحدة خلص كأنه مجانية بعدين يوم الثاني دفعنا اثنين يعني كوينزين اثنين تبع الكوينز و هلا يجوع عن يوم الثالث رح ندفع ثلاثة تبع الكوينز عشان نفتح الهدية اكيد ثلاثة كوينز اعتبرها مجانية لانه اكيد يعني المهم او مي جود لكو هون شو عاملين بس هلأ انتبهت طبعا هون في تسع نجوم و هلأ يعني كل يوم كل هدية بيمتلئون نجوم هلأ ممتلئين ثلاثة نجوم اليوم هو اليوم الثالث سو خليج معنا نفتح الهدية او مي جود او شو هاد عطونا كأنبكورات صراحة مدر شو هاد او مي جود بعد عطونا بيضة تبع حيوان شكرا بس والله ما عندي شوفوا كما عندي بيضة شوفوا شوفوا كل هذه البيضات مش قادر افتحها عشان لما اجي افتح بيضة بيقولوني لازم تبيعي حيواناتك لان عندي كثير حيوانات طبع الحد الاقصى تبع الحيوانات بيكيكستي هي 300 حيوان واحزروا انا كما عندي حيوان عندي 312 يعني انا عندي 12 حيوان اكثر من الحد الاقصى انا خلص تحديت ايش تحديت تعديت الحدود لازم ابيعي حد 13 حيوان عشان اني افتح بيضة واحدة بس اكيد ما احامل هذا الشي عندي مدرسة لاحش رحامل المهم خلي نشوف خلينا نبحث عن اشياء الكرة العطونة ممكن تكون هون او ممكن تكون مكان بلابس ملابس خشوف مكان الملابس ممكن تكون مكان قطعات لا هون اوه هون اوه يعني هذي هذي حلقات اوه ظننا ازل انه رح تكون اكبر من هيك بس طوالا منوح مكان تواعي السماعات رح نلاقيها هون كأنه هبارع عن حلقات شايفين يعني حلق اللي بنحط بأذنينا شايفين هين هون طوالا زي ما كون شايفين هذا الشكل تبعوني عن قرب صراحة كيوت اوكي يعني بيضافوا لمسة لاللبسة لمسة لاللبسة لبسة عشان شعري هيك عشان هيك بس اكيد اضافة منيحة فايب صراحة اوكي خلاص بيجاي كستي بيعطونا بس كدا قطعة عشوائية من ملابس ما بيكملوا لانا بدلة المرأة الاولى خلي واجيكم شو عطونا مرأة الاولى عطونا هاد البنتلون اللي بيبينكم كأنكم راكبين على ديناصور بعدين عطونا هذال القفازات اللي ظنيت انهم جزء من هذي اللبسة انه ممكن هيحطونا قميص بعد رح تصير بدلة ومدري ايش بس هلا عطونا سماعات اللي هي اشي صراحة عشوائية مو سماعات بس يعني حلق اعتقد بيكيكستي بيحاول عطونا كدا قطعة عم الملابسة عشوائية عشو اكيد كل واحد شو بيحب في ناس بتحبي يعني تترول يعني اول هادية بعدين في ناس رح تحب داني هذي اللي بيحب القفازات بعد في ناس اكيد رح تحب ثالث هدية عشان اكسسوائيات وكدا احس كمان بيكيكستي هالفترة ساينين بيحاولوا وضيفوا اكسسوائيات اكثر للعبة انو بضافوا اصلا من كثير حلق اليوم رح اكتر حبت هذه الهدية الثالثة ومتحمسة عشان اعرف شو رح يضيفوا بالهدايا اللي بعد هدية رابع وخامسة وستادتو كل هدايا انيواز قولولي انتو بالتعليقات شو اعراء اكون وكل اشي وكمان اكتبوين بتعليقات افكار فيديو حاد جاية بحبكونا كثير 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 شكرا جز mets مشهة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا是我 لailing